المؤمنين وترويحا للمتعنقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقنام عن شغول خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة معنام للأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماع أوصافها العظيم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للخلم أن يخلط ما هرقته فيه الأنامل مما استفاده القهر من صفات هذا الأمد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أعسن الشمائل وهناها صنع النصب ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب مكتبته القلم والكرباس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع فيها جنسورة فنور هنزى الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع المزود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادب وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأمصاري رضي الله أنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء وغلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبيه وريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرا ومنبر للبعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرطهم ممنودا ولم لا كانت السعادة الأبدية لها ملاهظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطن من سربته من العالمين فتنقل هذا النور من سلم آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتقريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطن بذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سرب عبد الله فأرقاه إلى بطنها وضمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصومها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما وداع لنا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وانطبرزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أنهات العالم فيوضات قبله وتنتشر فيه آسار مجره الصميم اللهم صل واسلم واشرب صنات والتسليم على سيدنا وذدينا محمد الرغم في الرحيم اللهم صل واسلم مبارقا وعالق خبيري 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 يا نوسائي نوسائي ما حدوه خبيري 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 يا نوسائي ما حدوه يا نوسائي ما حدوه عاشقها 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي صدي وسلم لعنبالر علينا منساني ياتر ولا صلى الله عليه وسلم 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 يا ربك صدني على الحملة في غير الهضاء واسملي في قرع علينا يا مجيب القرنة يا مجيب القرنة واسملي في قرع علينا واسملي في قرع علينا يا مرحبا يا مرحبا يا ربك صدني مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا الجد الموسين مرحبا 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 يا مرة مرحبا يا مبرك صدني مرحبا يا مرحبا يا نور العيني مرحبا جد العصيني مرحبا مرحبا ربي مرحبا جميعا بجميع صالحات مرحبا مرحبا سيئتي مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا للحصيني مرحبا يا نور العصيني مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حاجب سلام عليك صلى الله عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلا وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفع إلى السماء مميا من بذلك الرفيل أنه شرفا على مجد وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشرور شربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطونا مقحولا مقطوع السره تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة فبع بروز إلى هذا العالم ظار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بدعوف عن علمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنت رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعل على يدي فاستهل فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضى له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعد خسور الروم قالت ثم ألبسته وارجعته فلم أنشب أنقشيتني ظلمة ورعب وكشعررة عن يميني فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قول إلى المغرب وأصفر ذلك عني ثم عود للرب والظلمة والكشعررة عن يساري فسمعتك إلي يقول أين ذهبت به قول إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم الرجزات وباهر الآيات البينات بما يخضي بعظيم شريفه عند مولاه والعنى عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهدي إلى صراط مستقيم والله صلح يسلم وشعر صلاة تسلم على سيدنا وبرنا محمد الرحيم والله صلح يسلم والله صلح يسلم يا حبيبنا علي شايد الله شايد الله يا إمام ابن الإمام شايد الله 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 يا إمام ابن الإمام شايد الله 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 اشتركوا في القناة سابقت إلى رضائه المردعات وتوفرت رقبات أهل الوجود في حضانة هذه الدات فنفذ الحق من الحضرة العظيمة بواسطة السوابك القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانة السيدة حليمة وحين لاحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من البرح والسرور ما تدل على أن حزها من الكرامة عند الله ورقبت في رضاعه طمعا في نيل براكته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاءه وهضانته وتربيةه وتربيةه بالعين الرحيمة فأجابتها بالتنبية لداعها لما رأت من صدقها في حسن التربية وووفور دواعها فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منزورة فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أسرق المخلوقات فقد أتت وسارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما للواب القافلة فيسبقان وقد درت الشارف والسياه من الألبان بما حير المقول والأزهان وبقي عندها في هضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزته ما تقر به العين وتنتسر أسراره في الكونين حتى واجهت ملائكة التخصيص والإكرام بالشرب الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغناء فأجعوه على الأرض إذ جاء تشريب وسقوبته سقلتين ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة وأودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم دادوه تهر العلات وهو مع ذلك بقوة وسبات يتصبح من سطور القدرة القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مردعة الصالحة العفيفة ما أصل على ذاته الشريبة فتخوفت عليه من حادث تخشاه لم تدر أنه ملاحظ بالملاهات التامة من مولاه فردت إلى أمه وهي غير سخية ببراقه ولكن لما قام معها من نزل القلب عليه وإصباقه وهو بهمد الله فيه حسن مانع ومقام كريم اللهم صلِّم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم الله صلِّم وبارك عليه وعلى آله فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكبر الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألقاف فكان يشف في اليوم شباب صبي في الشهر ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل أن جمس عوده طالعا والكائنات لعوده حافظة ولأمره طائعة فما نفس على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مونا حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكمونة مده فأجأته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لدن القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوابع الحكم قوله تعالى إكرأ باسم ربك الذي خنق خنق الإنسان من عنق إكرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الإمتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعنيم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد الرغم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله ثم إنه بعد ما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء التعوة والتبليغ فدعى الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كان له بصيرة منيرة منيرة وهي عجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بسبك إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة بعسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدو على أدنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبرع العليل وتسليم الحجر وطاءة الشجر وانسقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوالق العادات وشهادة الضم له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعيد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المقذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديك والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صلي وسلم صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الراف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارط عليه وعليه ومن الشرق الذي تنص الله به أشرف المسؤول عراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة بذلك المعراج وتشرق السماء واد ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم فمعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مرى عليه واشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزله لديه حتى زواد السبع الطباق وصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية ووامر النفعات الكربية أواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولهته جميل الهباد ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والسلوات الطيبات قيالها من نفعهات غامرات وتجليات عاليات في حضرة باهرات تشهد فيها الذات للدات وتتلقى عواتب الرحمات وصوبي فتحيطات بأيدي الخدوع والإخبات وتبقى رتب تسقط الأمان يحسر دونها ما وراءه النورا عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبدهما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا من حد الخصصه بها حضرة الإمتنان هذا الإنسان وأولته من عواض بها الرحيم ما يعجز عن حمله الزقلان وتلك مواحب لا يجسر القلب على شرح حقائكها ولا تستطيع الألسن أن تعريب عن خبي دقائكها خصصتها بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة ولا يتمع طامع في الإنلاع على مستورها والإحاطات بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورصبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجعها من عطايا الحضرة الأحدية وبلغها إلى هذا المقام العظيم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرغم الرحيم الله صلى الله عليه وسلم وبارق عليه عنا وحيث تشرفت الأسمع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت لهمة التكلم إلى نشع محاسن خلق هذا سيد وأخلاقه ليعرف الثانع ما أقربه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصته به عناية خلقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرطبة العالية فليس يشابه هذا سيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزنية طبعته على أخلاق سنية وعقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمره واسعا جبير حسنه شعره بين الجمة والغفرة وله الاعتدام الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسببه والمطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن مخصورة وعليها مخصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم لفائس الدورر ولقد أنتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاك عرب غي من البشر تتنزه العيون في حدائك محاسن جماله فلا تجد مخموقا في الموجود على مثاله سيد دحق التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الرودة الغنى رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعزمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والقلق مقسط معطاء وإذا ما شافك أن ما ينحط من صببك فيقوط سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأني على فتح باب أوصى فيه مفتاح والبدر الدم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لها له حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه وصف معناه فماذا يؤرب القول عن وصف يؤكز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذلك جلد أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كما نطم حاصنه فلو أهد السناء للبدر عند تمامه لم يغسف وعلى تفهم واصفه بوصفه أفنى الزمان وفيه ما لم يغسف فما أجل قدره العظيم وأوسع قدره العميم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم ومبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم ومبارك عليه وعلى آله خلق لتسف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق إبانة الناس وكتابته بدون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أسنى الناس خلقاً أخلقاً وأولهم إلى مكار من أخلاك سبقاً وأوسعهم بالمؤمنين حلماً ورقاً قرر الرؤوفاً لا يكون ولا يقعن إنا معروفاً لغا خلق السهم ولا بذل مهتوى مهتوى عدلم عن الجزد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو العاب الشفيف الرحيم باليتين والأرملة ولهما سصولة أخلاكه الهيمة الكوية التي ترتعل منها قرائس الأقوياء من المرية ومن شريفه تقطعت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تتيبت المجالس والمحاخل فهو صلى الله عليه وسلم مجال صفات الكمالية ولم انفردوا في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية فهما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقاً عن زين الموجود أجملت في غصف الحبيب والسانه وله العلاب مجره ومكانه أوساق الزين قد تعالى مجدها أخجد على نجمسها بإيمانه وكان المساة القلب في التدوين ما أفاله العلم من وقائم مولد النبي الكريم وحكايات ما ذرم الله به هاج العبادة مقربة من تكريم وتعجيم وخلق الأظيم قاسنا مني أن أمسكا عئنات الأقلام في هذا المقام وأقرى السلام على سيد الأنام أسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفي ذلك يحسن ختمك ما يحسن التقدير وعليه أغضل السلاة والتسليم اللهم صلِّ وسلِّم أسرق السلاة والتسليم على سيدنا وعلينا محمد الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم أسرق السلاة والتسليم يا الله يا رحمن جود لنا بالآمن بالوالي قتب الأكوان لَقِبْ أَنْ اَلْحَبِبُّ أَسْأَمَنِ يا الله يا رحمة أنت عدنا من الأبن في الواقع قطب الأقوى أهلاً حبيب السلام أهلاً شغل معنى أهلاً شغل معنى أهلاً حبيب السلام يا الله يا رحمة أنت عدنا من الأبن 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 عن عدنا من الأبن الله يا رحمن من مدى بذكر جنالاً فالدراء من وجلها لرقادر من لانان حرباً بالولي قطب الأخوة الحبيب من مدى بذكر من مدى بذكر جنالاً من مدى بذكر 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 يا خيال الله يا رحمة يتبذى بالحق في الوين يخطب الأقوان العافي مُسَّب مَا بِسْكِنِي يَا سَاطِيمِ إِنْ سَعَابِ الْبَاكِبِ وَالِي الْرَكِبِ الْعَمِيرُ اسْتَم مَا بِسْكِنِي يا الله يا رحمة يدلنا بالحق في الوين يخطب الأخوان العافي مُسَّب مَا بِسْكِنِي وَالِي الْرَكْبِ الْفَرَةِ ثَرِبُ الْعَمِيرُ اسْتَم مَا بِسْكِنِي يا الله يا رحمة يدلنا بالحق في الوين يخطب الأقوان العافي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة وعلى الله اشتركوا في القناة 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 dua orang Sultan Awliya yaitu Qutbul Maqam ada Qutbul Maqam ada Qutb Al-Rabani Qutbul Rabani pertama yaitu anak cucu Rasulullah ya beliau itu terkenal daripada Sultan Awliya rajanya wari yaitu Syekh Syed Abdul Qadir al-Jaila dan kedua yaitu Al-Imam al-Shaykh Syed Al-Habib Muhammad Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Hafsi atau beliau itu dikenal dengan pengarang daripada murid Hafsi yang beliau itu menulis daripada kitab yang bernama Suntad Dorar mudah-mudahan dengan berkah kita terkumpul dalam tempat ini menghaul daripada Sultan Awliya Syekh Syed Al-Qadir Jalani dan menghaul daripada Habib Ali Syedul Maqam dan awliya-awliya Allah maupun keluarga kita mudah-mudahan kita bertahan dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan diampuni Allah akan dosa kita dosa orang tua kita kesalahan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan umur kita di dalam keberkahan dan menunaikan kataatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menambah umur kita menambah akan kebaikan kita menambah akan urusan-urusan kita yang baik maupun urusan usaha kita mudah-mudahan diberikan Tuhan keberkahan akan usaha kita dan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala akan ibadah kita selalu kepadanya dan sampai kematipun mudah-mudahan kita selalu diingatkannya akan zikrullah maupun salam salawat dan salam kepada Rasulullah SAW mudah-mudahan kita bertahan yang hadir di tempat ini mudah-mudahan dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang muhibbin cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah cinta kepada awliya-awliya Allah dan anak cucu Rasulullah SAW mudah-mudahan jadi saksi ini malam para malaikat-malaikat yang menyaksikan kita bertahan maupun daripada awliya-awliya Allah mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia akhir-akhir masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan safaatnya Sayyiduna Muhammad SAW dan mudah-mudahan dengan safaatnya Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita keluarga kita anak cucu kita menjadi orang yang salih maupun yang salih rajin di ibadah kepada Allah meninggalkan apa yang dilarang Allah mengerjakan akan suruhan Allah mudah-mudahan kita bertahan selalu dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekasihnya Sayyiduna Muhammad SAW kemudian salawat dan salam kita lupa kita haturkan kepada kekasih kita Sayyiduna Muhammad keluarga dan sohabat dan orang yang ikut jalani ilayu al-qiyamah adafun Sultan awliya Syekh Abdul Qadir jalani itu adalah anak cucu Rasulullah nafsap-nafsapnya bersambung sampai kepada anak cucu Nabi yang bernama yaitu Sayyiduna Hasan dan Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Hussin al-Habsi nafsapnya bersambung sampai kepada Sayyiduna Hussin yang disebutkan di dalam munakib ini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussin bin Abdullah bin Syekh bin bin Abdullah bin Muhammad bin Hussin bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar al-Habsi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hussin bin Hasan bin Ali bin Muhammad al-Fakir Muqaddam bin Ali bin Muhammad sahibi Mirfad bin Ali bin Ali Khalil Ghassam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Ahmad bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Muraid bin Ja'far al-Sali Al-Saliq bin Muhammad al-Baghir bin Ali Sin al-Abidin bin Al-Hab bin Hussin Ibn al-Imam Muqarmallah wajah wajaujiti syarifah Syedah Fatimah al-Zahrah binti Sayyidin Lujud Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalam inilah dari pada nasab-nasab beliau yaitu beliau adalah seorang ulama besar dan orangnya itu mengandung darah daging Rasulullah dan orangnya itu pun yaka sangat dicinta Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk seorang yang mencintai beliau dunia maupun akhirat sebab biar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam al-Mar'u ma'am al-Ahab ya kah orang seseorang itu dikumpulkan daripada orang yang dicintainya insya Allah ini malam pada sia-sia kita hadir tempat ini insya Allah doa kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala dan hati kita mudahan dibersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita ini yakin benar berkahnya orang wali dan kita yakin benar daripada orang sholih hija yakah mereka itu kadamati dikubur pakai fali awliya bahkan lagi wali-wali Allah yang mereka itu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah diantaranya yaitu Sultan awliya sya'adul qadir jalani dan Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habzi syaibul mualid dan para awliya-awliya yang lainnya bertahan di bulan merubiul akhir ini mudah-mudahan kita berperkasih jadi kita mengambil berkata ya sebab kita ini banyak kekurangan kekurangan daripada amal sholih kekurangan daripada kebaikan kekurangan-kekurangan daripada mahabbah nah pintangan kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahkan kita didudukan oleh Allah di tempat ini nah berarti kita ini termasuk orang yang dicintai Allah sebab kita dihadirkan Allah di dalam hadrahnya wali Allah ini malam bertahan semuanya dihadiri dimasukkan Allah ta'ala di dalam hadrahnya wali sebab gak mungkin orang itu dikumpulkan oleh Allah kepada orang yang dicintainya kacau oleh mereka itu sudah dibersihkan akan hatinya maupun dari fadal zahirnya daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah kebiasaan yang disebutkan daripada orang-orang yang pencaramah ataupun ada ilallah orang-orang yang mereka itu menyebutkan hadir di tempat orang majlis ilmu majlis kurang alim majlis salawat maka keluar daripada majlis itu maka diantuni Allah akan dosanya mudahan berada keluar daripada tempat ini berhasil berada dan kabul hajid berada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habzi beliau punya ibu yang bernama yaitu Al-Sayidah Al-Sharifah Ad-Daiyah ilallah Ad-Daiyah ilallah alawiyah Sarifah alawiyah binti Hussein bin Ahmad al-Jufri seorang perempuan yang bersangatan sore lagi beliau itu adalah waliyah yang mas'hur jadi ibu sini orangnya waliyah orangnya ini pulang solehah ada nengarannya saja solehah ini bujur-bujur solehah dan ta'at kepada Allah dan beliau itu ya dan beliau itu yang memiliki karamat yang banyak banyak karamat-karamat cuma ada disebutkan karamat daripada ibunda Habib Ali berkata Imam Habib Ali beliau mengatakan andai kata tidak karamat ibu kutu ditulis di dalam sebuah kitab ini saja tidak bisa memuatnya karena kalau ditulis saking banyaknya karamat ibu sidin nyatai ummahnya wali abahnya wali abah sidin Imam Habib Muhammad bin Hussein al-Habzi abah sidin beliau itu yakah asalnya orang siwun ummah sidin ini tinggal di kota si Bambam yaka kota si Bambam Habib Ali beliau dilahirkan di kota gosam 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 yaitu pada hari Jumat ke-24 daripada bulan sawal tahun 1259 daripada hidrutin Nabi SAW sama di dalam negeri yang bernama gosam atau gosam jadi di hadrum maut jadi hadrum ini luas hadrum luas desa-desanya itu ada desa gosam gosam yakah baik itu pulang siwun baik itu pulang kurai apa apalagi Zabit yaka tarim dan masuk itu kota-kota daripada ibukotanya hadrumur itu desa-desanya ngarang desa-desanya nah jadilah muntarim itu halus sejata anbahari haluk gonol matemurah hmm nah mudahan kita sampai jarak batis kita menjajak di tanah ribuan wali Allah diandak Tuhan orang-orang wali ditarim di Zambal maupun di mana-mana itu banyak wali-wali mudah-mudahan sampai ke sana bertahan sampai juara kita disampaikan Allah ke sana sebab niat Nabi Muhammad innam al-alamin niat wainama dikul penting niat kita bagus Habib Ali beliau itu waktu kecilnya Habib Ali telah mendapat terbiat yang sangat baik daripada ayahandanya dan iburanya terutama di dalam belajar ilmu Al-Quran selain belajar kepada ayahandanya juga belajar kepada Syekh Abdul Hamid dan sehingga Khutam dan habis akan Quran pada umurnya sebelum maiz Han Hatam sudah menolong lagi Quran lagi halus sudah belum balik sudah bahkan Syedin hafal ada mengatakan hafalnya itu separuh ada mengatakan sampai habis Syedin hatamnya jadi mulai lagi halus Syedin dilajari oleh orang Tua Syedin yaitu pertama ambas Syedin jadi kita menuruti sebab ini adalah panutan atau menjadi pelajaran menolong kita bahwasannya jidikan orang-orang sholih itu supaya anak menjadi orang-orang sholih ada sembarangan pasti dengan usaha maupun ikhtiar maupun daripada apa keluar duit keluar tenaga maupun apa-apa itu memang kita hendak-mahandaki supaya kita jadi kita usahakan kita kumpulkan lawan orang-orang sholih tempatnya pun di tempat itu untuk kumpul orang-orang sholih mudah-mudahan bertahan misi anak anak menjadi orang sholih yang sholih nah inilah munakib daripada sultan awli daripada habib alis sahibul murid kenapa jadi kita mahauli sebab ujar kehendak pasruan di dalam munakib sini maupun daripada orang-orang sholih mengatakan beliau mengatakan bahwasannya ujarnya kehendak pasruan ya kehendak pasruan kawan guru bangil 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 nawet hasil menjaga nak unless رسول shocked رسول الله رحانيين هوليوالي انيُه نغر في إخطى نحن نآض عنه نحنًا عالي الله سيدنا طرعا أجوبهم أجوبهم يحب صحيح كيف سارة أعتقد أنهم حبينا ولا أصلا من نحن نتشعل لا أصلا كذلك لا أصلا كذلك لا أصلا كذلك إُّ الَّتشْرخ الَّيْعَية كنفول نحن كنفول ماذا؟ لأنه يُسُّهُ من القبول نظر الله سُبْحَانَهُ وَ تَعَلَى نظر تُعَلَى إن الله يَنْزِرُ إن الله يَنْزِرُ فِي قُلُوبِ امع هم... مواخor مموخ ان رحمة شباب ر줄 صحيح است HAM نجته زذا Habib Mali mengambil berkat Shultan Uliyah Syabut Qadir Jalan Gawian mengambil berkat ini Gawian Zidin juga jadi kita hidup akan ngeranya jadi aktif pulang lau Benziden ah jaka istilah bahasa itu pelennya kembali terputar walaupun daripada orang pemain lain cuma kesanya sama jadi Gawian kita كتنية right here هناك النباشة ألخ هذا ألخاق 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 تعمل بركان الكراحة البعلي عائلة السيدي segunda الأخبار تج думا الإجراء عجليز مجiledك ع idag أتضل أذم لاحيا اليوم أقول 里نا تعالي إ liberal kita تلا radial Ey الإصلاح 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 إصلاح اسم إصلاح ج inex إصلاح tek إ 개념 ننستمر جعلًا إن الله كنتي أن فرشاونا نحو لن أوليقاء لأنه في نهاية تعالي نحو بواية النحوان 80 كنتي أنه يكون هناك ملاحظة ملاحظة رمضاك تلخير صالح كان علىiestك وارباك وارباك الحمد لله وجب أن بردان يخبره آجل مال يعني الوالي seperti غوين منطول سلطان الواليان ساعدت الكولدرجلان سيدين وقت لغي حلوس وقت لبن جان سيدين وقت لنتظر وقت لانون مكان لان منقل سيدين سيدين بحثنا سيدين لنا بحثنا بحثنا فلاهي نعم كنت سألتا هارف بدا لذلك سألتا سألتا قبارة محة الدولان نعم 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 ترجمة نعم هيا محة الدولان نعم أي س unforgettable لقد مرحب عمل耶 هههه تريد السيدision هههه تريدون السيدين يسبر ان هناك التفافية لذلك أترك شريع شراء ليسأل منه تم أدراك من الشراء وانه أرى بالمخارجCl Care هذا كلام حلت أن حلت يكون حلت أن أغرق بجعك على ألم عندما أتقلها لا أتفال أن أغرق أهل أن نعلم أن أغرق بجعك حتى أتهم أنه صلوف أتوجه بلغة يجب حقال أتوجه أتوجه ليس لحده حتى أتوجه من أدنوا لليان شكراً حقال أتوجه أتوجه أن أتوجه بلغة كان صليح لحدها جدًّ أتوجه أنه سحيشن إن شكراً أتوجه كما تعلم أن نسمع لصلوا ليس لأننا نقاط قطر كامال نفسه سألون نقيهم عملية صليح كان لديه ساريك لديه سرعم لديه ساريك نعم مني به شرح احتي كم مجرطين اكذا احتي كان لديه ساريك كان لديه تجد كل كل شيء ؛ فرناتدت ك樹ان ما كان Security كائق شعكون لأني فئ به و وجدắn كائق مع mul ؛ يوجد عدود كائق كwel آله كائق و تطرف كذانا فأسي الكوش كام الحال ممنون من يوص 이게 الإسلامة objetivoibe تحب سرعة كنها تواصلة كان جبانة Yep كانت تحبق سنطر ورائت تحب لا لا kannت بعد سماỹ كتابة قرام نوالي تردت اللوم التربت القبول غوصة أولواء مكم على الرقب سيديسة نسمية معائلة إذا انا ما كان لباس الولياء أنني lakh سبحة اللباسة 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 الولياء نسمة الحيب على بعض ايباب mentre اليقى حين في Lawrence مقابلة ما قوة كانت الكتابة كانت خلال ممتاز منها كداخل مجدسة في المجدسة و تفسد فعر أن هناك أخاذ تخلاص فعر أخاذ بشكل أنثي فعر أخاذ بشكل بمعرفع فعر أخاذ بيجوعة فعر أخاذ موما أخاذ فعر أخاذ بياء اشتركوا في القناة الأول يوم عندك مناكو نضيايا مجم follows استكتنا نط Reading على charm 而 هيا أمور ب estas الفطبي عندك مناكو نحين وجاء أن أنتاج سيهبنا مدهار 185 صدحت الفريق أما القني أكو منجا في النساء؟ أخوة المريض نساءة أصبح أنك مشترك في النساء الأرمان من شأنك لا أتذكركم في النساء الغارماء أحيب الأخوة ؟ إن الجزيدان أخوة أصبح أنك معلسك أسمن Accرام الأرمان أخوة المريض التي أكثر على الأرمان فشأنك ورحة أصبح أنك مسؤخة من التقني المريض ketahuan juga ada pun ikan anaknya Syaudhul Qadir Jalani ikan datang sini memang sodakta bujur Gawiyan ikan ini Gawiyan kebiasaan aku Gawiyan ambil berkat cuma ikan ikan datang di sini ada daripada ipik sampingnya hanya bila Anda ada ipik sampingnya itu ada ada kadenang kalau ada tahun sini sudah ya ampin ada ipik sampingnya hati-hati kayak Gawiyan maksiat ada ipik sampingnya tak orang misalnya Gawiyan ibadat ada ipik sampingnya apa tak rahasia Allah netang ikan pertama tadi hendak memakan kepalaku ikan karena jadinya orang-jadinya orang soalnya cuma ikan kena ujadziden kakampung orang kena aku melihat didahikam tuh orang ikan menjadi orang nang kapir ujadziden ikan menjadi orang kafir nangsi ikung pulang aku melihat didahikam ikan menjadi orang hubudunnya nangsi ikung pulang ikan Syaudhul Qadir Jalani karena ikan menjadi wali kutub besar nang makam wali-wali dibawah hundak ikan Syaudhul Qadir Jalani lalu terjadi lawas-kelawasan dikirim main orang-orang nang tadi pertama nang pertama dari ke kampung orang lain lalu melihat di pembinaan orang Nasrani langkar bungas benar bihan-benar handak sedih orang adik wujar baginya nang bungas nang cantik tadi nang behenol dari pulung kada handak lawan pian kaculi pian masuk agama gulung dulu dulu kada handak masuk agama gulungan hangkon malapas agama Islam menjadi orang nang kafir tujuan berbina nang langkar tadi nah ini kebiasaan sebab iman itu termasuk pembinaan itu termasuk melamahkan iman kita juga kayak apa aja kuatnya iman lama di paha bebinian jadinya kau melamahkan langkum lakian yang ingin aja soalnya karas awal dilamahkannya itulah kehebatannya rahasia bebinian nah jadi orang kafir nangka dua pulang dikirim jua kasih tuh jadi ulama besar jua wuuh sakalinya mengumpulkan ubud dunia menyuruh orang beribadah menyuruh orang beramal soleh ini Hai nah jadi orang-orang dunia jadinya ada pun syarikat terjalani manakala beliau waktu itu mengatakan semua wali Allah di bawah pundaku maka dua orang waktu itu ada betunduk di Zambi waktu itu perkataan syarikat terjalani maka dua orang tadi dicabut Tuhan walinya ayo dicabut Tuhan kewalian ini yang kita ambil kisah di sini yaitu mengambil berkat jadi kita nih hari ini berkatnya yakannya kita pada ketujuh lawan Habib Ali ada ketujuh lawan wali-wali syarikat terjalani ini mau datang sini sini ada ketujuh lawan para keluarga nabi para orang alim yang mau paraka pas ini kita nih cinta dengan wali khususnya cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wassalam kita ini cintalah Rasulullah orang cinta itu kan berkorban kita berkorban ya kata naga duit ini ngaranya cinta gitu Pak bagi kami isi minyak kendaraan ya kola-kola datang ke majlis-majlis Allah ada melihat akan lawan kita baru tanda ada sia-sia nah cuma kita kalau tahu bener rahasianya ngapa-napa rahasianya Allah jenang tahu sebab ujarnya Habib Ali Syahibul mulit syir rahasiaku kuandak di dalam mulitnya sutub durar ini malam kita menghantankan surat surat insyaallah bertahan dapat kebarakahannya Habib Ali syirnya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ayo bihan ah harusnya tahu Bang makanya ditarim itu katakan salang-salang baca ramah apa-apa punya maulid Habib Ali hatamnya aku pada padanya nah anak mati minta gendong dong yo yo anak mati digendong dulu nah dibawa dulu supaya kawainya dia hadir di tempat Habib Ali Syahibul mulit sebab hal-hal sebab disceritakan dikisahkan daripada Habib Juwan mengisahkan Al-Fakir pernah mendengar waktu itu kisah di waktu Habib Ali dan murid syidin dan murid-murid syidin yang lain-lain ya kan waktu itu ujarnya 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 Habib Ali Syahibul mulit beliau mengatakan waktu membacakan yang memiliki soal ya khosotan disini jenis jenis waklamu annafikum Rasulullah sallallahu alaihi wassalam alaihi wassalam alaihi wujar murid syirin habib-habib Muhammad bin Idr al-Hafsi nah ini haul sidin juga ya kahi Muhammad bin Idr al-Hafsi ampel kubah yang kebiasaan bila kampel situ rajin Ujarnya habib Muhammad bin Idr al-Hafsi ulur Malik Rasulullah di muhabbian memang mengatakan aku malik Rasulullah maka ulum yakin memandang wajah bian akhirnya memandang Rasulullah sallallahu alaihi wassalam alam lalu Ujarlal Habib Ali manro'ani wa manro'ani wa manro'ani dukhul jenna Habib Ali menyambungi akan perkataan itu tadi barang siapa orang memandang melihat di orang orang yang pernah dipandang sampai-sampai dipandang-sampai pandangan itu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wassalam insyaallah dokul jenna disini mudahan kita bertahan Masa surga Allah berkah kita melihat wajahnya orang-orang soleh yang dipandang Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dalilnya mana dalilnya Nabiullah Musa alaihi salam waktu menyuruh Rasulullah waktu itu itu menyuruh berpulik pulang minta kurangi maka Nabiullah Musa melihat wajah berapa kali dilihat Siddin sebab karena kau melihat Allah melihat kurang namanya Allah barang kita melihat yakin benar ya kan Habib kita orang-orang soleh yang wali-wali itu Siddin sudah dipandang Rasulullah dan Siddin pun memandang Rasulullah mudahan bertahan pada melihat Rasulullah waktu mati kita melihat Rasulullah waktu mati mati Rasulullah aja boleh yakin lain pada yang lain bila sudah mulai Rasulullah hati-hati-hati lagi 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 atau menang kayak apa aja hendaknya kehidupannya penghidupannya sudah bahagia dunia orang mulai Rasulullah Allah 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 insyaallah dan hadir bertahan di sini ada mati Kena chips whack melihat tempat-tempatnya dalam surga dan melihat wajahnya Rasulullah Raza Baru iki Allah 9 تم الملام نعطل تم كامل تم كامل تم كامل تم كامل تم كامل تم تحلل أردنا فعلاء يتحلل ألوان والي نتحلل الاخير ترجمة سنة يُسَنَ مَنِعَلْتِ لِبي حَةً مَا مَنَنْهَاً يُعَلِكَ وَنَمُّ 무대 يُعَلِجُ عَلَى إنه مساعدتك وَنَهِي عَلَى بدون حَةً منونه ؛ الملكة وإذًا أمومًا يُعَلِكَ وَا إِ أَلِجُدُ رَيُّ عَلَى مظ quien أرى أميك انا أميك ألوى ترجمة نهاية ترجمة الناس كثيرة وقت أيها الشريك بنحل وقت مجرد على حوله حبما أليس المعلي منذ صحري كثيرة وقت اوالحوالحوالحوالحوالحوالحوالحوالحة شرح كمم السلوخ حال ليحال ليحالة أولا بأكملة يحتاج إلى غير عزيزة إنجار إلى الأدف شرحي جدا للشكل الضحيات في مدوني هذا من المسكة في مدينة سورجانة سورجانة الله وإنه ممتدل مبارك سفاة مما أنه يشعر مما أنه يشعر مما أنه يشعر وإنه يشعر الله يسعر يسعر Maka Allah menghapus akan dosanya Maka dikad Andre Tuhan akan enferas Sayyidat repち Unditulah Hubbrar Dan Mana kala Hubbar Hubbarтора penuh 11 tahun Beliau di tengah Umur 7 tahun Beliau di tinggalkan oleh ayahnya Kemakkah al-Masyarofah Sampai di Makkah Umur 11 tahun Beliau di perintahkan oleh ayahnya Untuk Kasiun موسيقى ذلك بعطة برافز برافز الجيدة السلب الجزين الجزين المضافون ها نحت نحوه حمده نحوه نحوه عظمت على ما جرنت الاخره نحوه نحوه حمده ضغط Burke أحزق العظم أحزق العظم ح performer لقد إنهم كانوا بقمر في أسف nah إلي أنقواتということで نهاية إنما تبعين في أسف إبع�� الأسف إنه النهاية بإلى أسف نهاية الإبعوة إنها الأسف لأنه كانت بأس إنها الأسف واذا Çaح، يا أصدقائي إلي أتقائي نكتصل إلي 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 حلها os two 18 عام 68 عام عام عزي今天 رأس أب launch محل حلب على جذر لها الحدث محرع supplements ضيار لنسائم الزادث لا يمكن شراء س stabilized سورر ركשרommtر لسيئ Punkt مع ذي من عال engaging سورة عن غنية جبس كمس 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 لديك كمس كمسر و لايوس كمس كمس كأما tet au test متجد بالحcott والدوivol sangat ك link و FIN ستiscover نعته والدو أيها الوقت itulah daripada sedikit mudah-mudahan ada berkah mempatnya mudah-mudahan diampuni Tuhan dosa keluarga kita mudah-mudahan diampuni Allah dosa-dosa dosa-dosa dosa nangduhulu maupun dosa yang akan datang mudah-mudahan Allah mengampuni mudah-mudahan dengan rahmatnya mudah-mudahan dengan kasih sayangnya mudah-mudahan dengan berkah cintanya Allah kepada orang walinya ya Allah dengan berkah orang wali ya Allah sahibul hawl sultan awliya sya'abdul qadir jalan ini sahibul hawl berkah syi'ah habib muhammad habib alib bin Husi al-Habsi berkah habib muhammad bin Idrus al-Habsi berkah wali-wali yang lainnya ya Allah ya Allah pandang kami dengan pandangan rahmat ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah dosa orang tua kami ya Allah ya Allah pandang dengan rahmat ya Allah jadikan kami ya Allah orang yang selalu cinta kepada Sayyidina Muhammad selalu cinta kepada keluarga Sayyidina Muhammad selalu cinta kepada اشتركوا في القناة 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 سبعان الله سبعان الله اشتركوا في القناة سبعان الله سبعان الله اشتركوا في القناة 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 اللهم ياشر لنا زيرة المقا والمدينة اللهم قام من انت علينا بالإيمان فجدنا منه قام من انت علينا بالإسلام فجدنا منه قام من علينا بالآفية فجدنا منها أسأل قطابة طوفيق والإداية والإستقام والسخاتمة ربنا تقبل من اينك عند السمع العليم قطب علينا اينك التواب الرهيم قطب علينا سبحانه النبي الأم والآله والصحاب والسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا ربنا يا ربنا بأحمد النبينا يا ربنا يا ربنا بحمد شابه يا ربنا يا ربنا بمهتنا يا ربنا بمهتنا يا ربنا بمهتنا يا ربنا بجهه كم من الله يا ربنا بمهتنا 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 Hai pengumuman diberitahukan kepada seluruh jamaah esok dzikiran sekali lagi pemberitahuan kepada seluruh jamaah bahwa esok majelis dzikir sekian